بسم الله وبهنا ستعين طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز احنا الآن في مطار الملك خالد ومتجهين إلى مدينة الرياض الشي الجديد لو تلاحظوه على اللوحة مكتوب طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز فهذا طريق جديد انفتح تقريبا من شهر ونص شهرين والهدف منه انه يوصل ما بين شرق الرياض آسف من غرب الرياض إلى شرق على سبيل المثال طريق القصيم زمان اللي جاي من القصيم أو أي جهة من شمال الرياض كان لابد انه يروح لين وسط البلد تقاطع طريق الشرقي الدائري علشان يقدر يرجع المطار الآن ونجاي من القصيم قبل التقاطع هذا تقريبا ب 15 كيلو فتحوا الطريق الجديد اللي ياخذك من غرب الرياض إلى شرقها مرورا بمطار الملك خالد طبعا الطريق هذا نتوقع انه يستمر وحيمشي إلينا المخطط الجديد اللي تكلمنا عليه أول اللي هو مخطط الرماح وحيصير طريق كوي حتى الآن حنا ما زلنا في مطار الملك خالد هذا الآن المنطقة هذه منطقة جديدة كانت أول منطقة أشجار وكان الطريق يروح على اليسار إلى وسط البلد أو السيارات اللي قاعدة تعدية الآن تشوفوها هذا الطريق القديم إلى مدينة الرياض الآن نحن في الطريق الجديد طريق الأمير سلمان والوقت قد أتى للتحدث باللغة الإنجليزية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المدينة الساودية ساوديارابيا نحن نريد أن نريد أن تشوفوا تحرك الأمير يحتاج إلى مدينة الرياضية لتحرك في المدينة الرياض ويساعدوا الناس من المدينة الرياضية من المدينة الرياضية لتذهب إلى الأرمار ولا يتحدث إلى المدينة الرياضية هذا هو مدينة السلمان بن أبدالازيز وكان ستحت فيها ايضا لكنن ن استفق الاغمان ن أما نقوم بطrą contracts which gonna be coming in two minutes time that we are away from the airport area and the same thing it's very large area we had last two years big investment education investment the largest university built it's called university موسيقى موسيقى هذا هو الإنسان حيث بشأنه نحن في الاربوط نحن في نعوة سلمان أعتقد أننا سوف يكون هذا المدى في الصفل 1 أو الصفل 2 لأنني أردت أني مرحبت بأنني أفرق أني مرحبت بلايح في الصفل في اليوم أو في أي أختيارات الصفل ثلاثة إلى الوصف لن تشعر بشكل أشعر تستخدمها وإذا تستخدمها اخرى ، سوف أعطي المرحب أخرى في الصفل 2 إذا كان هذا التقليد أو هذا التقليد سيكون مناسباً كالرنس المال إذا كنت ترى الآن هذه هي المنطقة التي أتحدث عنها أعزائي المشاهدين أكيدا كفاءة إنجليزي إحنا قربنا نطلع من منطقة المطار طبعا منطقة المطار معروفة بالبوابات كما بدين إحنا عندنا بوابتين ممكن هذي يسموها البوابة الشرقية ماذا مش بيسمونها بس إذا عدينا الدسر هذا أو القوس هذا هذا الشرقية يعني أفضل أنك محاولة لذلك كان هذا كل مطار السفلت كانت 5-10 كيلومتر من هذا المطار لذلك كان هذا مطار مطار اشتركوا في القناة لذلك أعتقد أن هذا الوقت